بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكت السليم مرحبا بكل من الاتحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن قدم اختبار ومراجعة في مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة متوسط اختبار الفصل الأول ومراجعة له في هذا الاختبار بإمكانك أنك تستذكى دروسك وتفرحك لك حافظه لولو وتقدر جاوبه لولو إذن نبدأ على باركة الله في الوضعية الأولى أكمل قوله تعالى وضبطه بالشكل التام بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى غايتهم الكفر الفجر اشرح الكلمتين الآتيتين الصاخة مسفرة لماذا ذكر الله تعالى خلق الثمار المختلفة والمرافق الجميلة كانت هذه الوضعية الأولى إذن الآية فلينظر الإنسان إلى غايتهم الكفر الفجر ثم نشرح الكلمتين ونجيب عن السؤال الوضعية الثانية الصوم ركن من أركان الإسلام عرف الصوم لغة وشرعا اذكر حكمه الشرعي وهاتي دليلا شرعيا على ذلك عدد أربع فضائل لشهر رمضان نوصل الوضعية الإدماجية السند نظرا لما آلت أوضاع الناس اليوم نظرا لما آلت إليه أوضاع الناس اليوم من العداوة والبغضاء والحسدي كلفك أستاذك أن تنجز مشروعا حول حقوق المسلم وتعرضه أمام زملائك السند بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم التعليم اكتب موضوعا من 12 سطر تتحدث فيه عن ضرورة المخافضة على رابطة الأخوة فيما بيننا مبينا الصفات السلبية التي ينبغي الإبتعاد عنها حتى لا تقع القضيعة بين الأخوة حتى لا تقع القضيعة بين الإخوة مستشهدا بما تحفظه من نصوص شرعية ذا نكتب مشروع حول حقوق المسلم وتعرضه أمام زملائك تبرز فيه ضرورة المحافظة على رابطة الأخوة فيما بيننا وتنبغ فيها الصفات السلبية التي تنجر عنها قضيعة الرحيم بين الإخوة بين الإخوة وقف الفيديو كاملا هذا هو الموضوع موضوع جديد 2023-2024 وقف الفيديو جاوب وحتك على الأسئلة الواحدة والآخر بعد ذلك قارن إجابتك بالإجابات النموذجية إذن نذهب إلى شبكة التقويم قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبّا ثم شققنا الأرض شقّا فأنبتنا فيها حبّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبّا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الصاخّة يوم يفرّ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة والفجرة هذه الآيات الكريمات بالتشكيب مضبطة بالتشكيب بالشكل التام إذن الصاخّة هي من أسماء القيامة من أسماء يوم القيامة مسفرة يعني مضيئة ذكر الله تعالى خلق الثمار خلق الثمار المختلفة والحدائق الجميلة في الصورة لأنها دعوة إلى التفكر والتدبر فيما خلق الله تعالى لمعرفة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يخلق أي شيء كل شيء بيد الله تعريف الصوم الصوم لغة هو الكف والامتناع عن الشيء مطلقا وشرعا هو الامتناع عن جميع المفطرات من طروع الفجر إلى غروب الشمس حكمه هو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر دليل مشروعيته قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فضائل شهر رمضان فيه نزل القرآن كلما تذكرنا شهر رمضان إلا وساقنا الحانين إليه إلا هو بلغنا شهر رمضان ورزقنا الصيام والقيام فضائل شهر رمضان فيه نزل القرآن الكريم فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر قراءة القرآن الكريم ومدارسته قيام ليليه بصلاة التراوي إلا هو بلغنا شهر رمضان مرة أخرى الآن الوضعية الإدماجية إذن وضعية فقط نموذجية بإمكان التنميذ أنه يكتب وضعية أخرى حسب ما درسه وحسب ما عنده من شوحد حق المسلم على المسلم ضوابط فرضتها شريعة الإسلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما قال تبسمك في وش أخيك سدق لقد كانت العداوة والشحناء متفشية في الجاهلية حتى جاء الإسلام فخاوى بين الأفراد وجعل ذم المسلم وعرضه وماله حرام على مسلم آخر وجعل حرمة الإنسان فوق كل احتبار كما زكى الإسلام المسلم المصلح بين الناس وجعل ذلك من أجل الأعمال وأكثرها أجرا عند الله كما توعد الله المتخاصمين بعدم صعود أعمالهما إلى السماء إلا بعد تصالحهما ووعد المبتدئ بالصلح بالأجر الوثر كان هذا هو اختبار الأول في مادة التربية الإسلامية تمنيتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر